موسيقى موسيقى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة حرصت على تعزيز الانتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية وتلك التي يتم استرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار الأمريكي وفي مداخلة له خلال افتتاح مصنعي انتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بالجيزة دعا رئيس سيسي الحكومة إلى الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانئ مشيرا إلى أن البنوكة المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن بعض البضائع في الموانئ كل ما حننتج مواد بنجيبها من بره كل ما تضغط على الدولار يقل الفكرة يعني أنا بسمع كلام كتير يقولك أنتو أرجو أن انتو تخفضوا من المشاريع القومية عشان تخففوا العبء على الايه؟ على الدولار لا يا جماعة لا وبالمناسبة يعني إن شاء الله الرحمن الرحيم يمكن الدكتور مصطفى كان بيكلمني في أول مبارح يعني بيكلمني على خطته لأننا كنا قلنا من شهرين أننا محتاجين المستلزمات الموجودة في الموانئ تطلع الدكتور مصطفى فكان بيارد علي من يومين الخطة بتاعت خروج هذه المواد وأنا مش بعلنها للناس إحنا قلنا كلام وبنفذه إن شاء الله فطبعا البنوك المصرية ستغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمدات ديت في خلال 3-4 أيام دعو الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنيين مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أي حقائق عن الشعب وأشار رئيس السيسي إلى أن مجمع الأسمدة الأزوتية المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية اوأ وكونوا فاكرين أنتم إحنا مش حاسين كبناء أدمين وكمسؤولين أن الأسعار حمل على الناس بس والله ما فيه أكتر من كده نقدر نعمل يعني شرحت حاجة واحدة بس في موضوع واحد لو كلمت على الكهرباء هتلاقي نفس الكلام لو والله النهاردة الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والبترول بالتكلفة الحقيقة والله أنا لا أتكلم عن اللي نحن ندعمهم كلام دينا قلته قبل كده أنا أتكلم عن حتى اللي نحن كنا وصلنا أننا حررنا السعر بتاع الكهرباء بالنسبة لولي هي الشراحة كبيرة قوي اللي هي أعلى نسبة استهلاك لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين لكن انت بتعمل ده كله منين ما موحدش بيجيب حاجة من جيبه مش كده يا دكتور مصطفى مش من جيبنا يعني لكن ده من قدرة البلد فأقولي الكلام ده عشان كلنا نتكاتف لأنني ألاحظ أن بعض الناس يعني يقولك ده فرصة أن نحن نعلل أسعار شوية نكسب نقول مفيش دولار ده بالعكس الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه أن احنا حرسنا على الناس وأن احنا ما نغليش الحاجة على الناس نتكلم في أكل وشرب وحاجات أخرى أكد رئيس السيسي ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة مشيرا إلى أن قناة السويس تحتاج إلى صندوق أوعية لتمويل مشروعات جديدة واستدل رئيس السيسي بصندوق وزارة الصحة التي أنشأ لتمويل المشروعات ورفع كفاءة المستشفيات مؤكدا نجاح مشروع التأمين الصحي المبني على أسس ودراسات قناة السويس أتكلم عن الافتتاح الجديد ليس الافتتاح اللي هو في قرن اللي أول ما تفتحت لا اللي هو سنة 75 حتى بعد حرب 73 من 75 للنهاردة قناة السويس جابت تقريبا تقريبا 220 مليار دولار أنا خليت المتوسط أربعة خليت المتوسط أربعة 200 مليار دولار لو حد كان شل عشرة في المئة من الرقم ده وحطه في صندوق خليبا لكم صندوق ده مش معناه ما لو أدخل البرلمان ليه صندوق عشان يدي له حصانة قانونية في ما حدش يقدر لا مؤخزة ياخد منه ولا يتصرف فيه ولا أي حاجة تبقى للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي تحطت الجزء الدولة رقمية تفتش عليه طبعا جهة سيادية مسؤولة عنه طبعا كل حاجة تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حفاظا على الأبناء وقال رئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعة الكيموية بمحافظة الجيزة إن الدولة مسؤولة عن وضع القواعد والنظم للحفاظ على الأسرة المصرية وأنه يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديدة موضوع الأحوال الشخصية كده نحن قلنا شوية ملامح للقانون والنخبة التي اشتغلت فيه يعني يعني متمنين أنه هم أخذوا كل وجهات النظر وتم ترحاها لأن الناس دي كانت بتشوف الكلام دي ويقعد على منصة القضاء على مدى 30 سنة وأكتر فشافت مشاكل كتير فالملامح الرسال اللي هي اتقلت لكم كده لكن ده مش معناه سيد وزال عدل موجود مش كده يعني أنتو عمليين حسابكم أنتو تعملوا حوار مجتمعي تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي نسخة من القرآن الكريم كهدية تذكرية من رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيمويات الوسيطة اللوائها بعد سميع جاء ذلك خلال احتفالية افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيموية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكرية مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين والعملين بمجمع الصناعات الكيموية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة جاء ذلك عقب جولة للرئيس السيسي تفقد خلالها مصنعي انتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد طاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيموية بمنطقة أبو رواش ترجمة نانسي قنقر أوقف الرئيس السيسي أوقف الرئيس السيسي موكبه بعد رؤيته إحدى السيدات جالسة على الرصيف وأدار معها حوارا كما وجه بتلبية كافة احتياجاتها جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس السيسي لمصنعي انتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيموية بمنطقة أبو رواش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة خمسة مليار دولار منذ مطلع ديسمبر وحتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه وفي مداخلة له خلال افتتاح الرئيس السيسي مشروعات جديدة بمجمع الصناعات الكيموية بأبو رواش في الجيزة أوضح مدبولي أن إجمالية قيمة البضائع الموجودة في الموانئ بلغت خمسة عشر مليار دولار مشيرا إلى أن الحكومة عملت مع البنك المركزي وجميع البنوك على تأمين الإفراج عن أكبر حجم من هذه البضائع على مدار الشهر موسيقى 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 وللمزيد من التفاصيل ينضم لأينا هاتفين الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية دكتور محمد بعد التحية لعلك تابعت معنا افتتاح السيد الرئيس عبد الفتح السيسي اليوم لمصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية وأيضا محطة الوقود الثلاثي دكتور محمد يعني بماذا تسهم هذه المصانع في مسألة الآفات الزراعية والمبيدات وأيضا من المعروف أن شركة النصر للكيمويات الوسيطة رائدة في مجال الأسمدة والمبيدات أهلا بيك مساء الخير بالفعل أنا كان لي شرف كمان الحضور في افتتاح هذه المشروعات العملاقة بشركة النصر الكيمويات الوسيطة وهي شركة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عالم إنتاج الغازات والمواد الكيميائية وخاصة فيما يتعلق بالمبيدات والأسمد دعني أتحدث في مجال المبيدات وأقول لك وبكل فخر أن هذه الشركة العملاقة تنتج حوالي 17 مبيد في مختلف أنواع الآفات ضد مختلف أنواع الآفات هذه المبيدات تغطي تلتأ الاستهلاك المحلي الشركة وحدها تغطي تلتأ الاستهلاك المحلي ليس هذا فقط إنما هناك توجيهات من فخامة الرئيس بضرورة توطين صناعة المبيدات في مصر وسوف يكون لهذه الشركة الدور الأكبر في تحقيق هذا التوطين نعم إحنا بنشتغل عليه لدينا كوادر بشرية قادرة وليست طموحاتنا تغطية الانتاج المحلي فقط إنما نحن نسعى إلى أن نطل على إفريقيا والشرق الأوسط فيما يختص بعملية تصدير مستلزمات الانتاج الزراعي وخاصة المبيدات الكيميائية نعم الجديد اليوم في افتتاح هذه المصانع فيما يتعلق بمجال المبيدات الجديد في التكنولوجيا المستخدمة الجديد في كوادر بشرية قادرة الجديد في التراكم المعرفي في قضايا تخليق وتصنيع هذه المواد الكيميائية التي تحتاج كما تعلمون إلى كوادر قادرة نعم وإلى بناء كوادر بشرية تعمل في عالم من أدق أنواع العمل وهو عالم علوم الكيميائي نعم والحقيقة يعني أنا أحب أحط أقول كلمتين فضل أنا شركة النص الكيميائيات البسيطة شركة عملاقة رائدة في مجال إنتاج الكيميائيات بصنحة خاصة والمبيدات والأسبدة بشكل أدق نعم الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شريان جديد من شرايين التنمية على أرض مصر مجمع مصانع شركة النصر للصناعات الوسيطة اشتركوا في القناة المجمع يعتبر أكبر وأقدم صرح صناعي بالقوات المسلحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بخلاف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كشفت النشرة اليومية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن نجاح الجهود الحكومية المتواصلة خلال الفترة من الأول وحتى ثالث والعشرين من شهر ديسمبر الحالي في الإفراج عما قيمته خمسة مليارات دولار من البضائع الموجودة بالمواني من أصل بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت واكدت النشرة أن هذه الإفراجات دليل على أن الحكومة لديها ما يكفي من العملة الصعبة ما مكنها من التدخل لاتخاذ إجراءات لإتمام هذه العمليات في فترة وجيزة مشيرة إلا أن تلك الجهود أحدثت صدمة للسوق الموازي وكبدت المضاربين على الدولار خسائر كبيرة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أرحب بك دكتور مصطفى نحن نستاني فند المساء الخير دكتور مصطفى بنتحدث عن إجراءات وخطة تقوم بها الدولة في الفترة الحالية لمواجهة التغيرات الاقتصادية التي نشهدها على مستوى العالم والتي بالتأكيد أثرت على الداخل المصري يعني كيف ترى الخطوات الأخيرة المتخذة فيما يتعلق بالإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية؟ هو طبعا طالما تم التخصيص بين الأجهزة المعنية سواء البنك المركزي وأيضا الحكومة ومثلة في وزارة المالية تم التغلب على العديد من الصعوبات التي وجهت مصر خلال الفترة الماضية وكان منها التراكم الكبير في المخزون أو بعض من البضائع في الموانئ والأسف أثرت تأثير كبير على الوضع الاقتصادي الحمد لله اللي تم التنصيق ما بين الأجهزة المعنية والوزارة والحكومة سواء موثلة في وزارة المالية أو البنك المركزي تم الإصراع بقى في حركة التشغيل وخروج العديد من مستلزمات الإنتاج من الموانئ قدرها مبارح دولة رئيس الوزارة بحوالي 5 مليار دولار وبيكون فيه إصراع في عملية تدبير العملة لخروج باقي الأجهزة أو باقي المستلزمات الخاصة بأجهزة التشغيل داخل الدولة نعم هيكون فيه استفادة كبيرة جدا إن شاء الله على العديد من الأبعاد منها فيه تراجع ملحوظ في أفعار سعر الصرف في السوق الموازي يعني شايفين أن فيه انخفاض كبير جدا فيه سعر الدولار في السوق الموازي الأمر الثاني إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيكون فيه تخرج كبير جدا من السلع من الموانئ وده هيزيد حركة الاستقرار داخل السوق المصري نعم دكتور مصطفى أثناء افتتاحات رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تحدث عن عدة نقاط فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وضرورة التكاتف من أجل مواجهة ارتفاع أسعار السلع وأشار أيضا لنقطة تتعلق بضرورة وجود أوعية دخارية للوزارات والهيئات المختلفة يعني أهمية ذلك وكيف يمكن أن يتحقق على أرض الواقع خلينا نقول يا فندم إن دايما الشغل الشاغل للدولة أو للرئيس إن يكون فيه تنمية وفيه حركة تشغيل واستثمار لأن دي لا هتكون قدرة على حركة التشغيل شغلة شاغل للرئيس إزاي يكون تواجد فرص عمل تساعد المجتمع وتنمي موارد المجتمع والأسر من خلفية تشغيل حقيقي النهاردة بنشوف افتتاح كبير جدا لعدد من المشروعات من الجهاز الخدمة الوطنية في شركة النصر وده مشروع بيحقق كذا بعد في غاية الأهمية البعد الأول إنه بيوفر عملة صعبة اتنين بيوفر سلع بديلة من حركة الاستراض ثلاثة إزاي بيدي السيد الرئيس النهاردة بعد رؤيته ليه يعني المصنع الكبير والفرصة الاستثمارية إزاي بيدي رؤية للناس يعني المشروعات القومية يجب أن تستحسن مواردها يجب أن تحسن من مواردها المالية أنا منتال أمانة وأنا لي خبرة في الاستثمار مستغرب من الحملة الإعلامية اللي مثلا قناتي السويس إن هي هتعمل موارد مالية هتزود حركة التشغيل هتزود فرص العمل هتزود فرص الاستثمار فطبعا ده يعني بيكون للأسف إيش جاي على أهواء يعني بعض من الجامعات الإرهابية أو يعني أعداء النجاح أو ما بيسمى بالشيء المضل للرأي العام علشان كده الفرصة تسامحة النهاردة إزاي إن نكون كل أسرة استثمارية أو كل مجتمع استثماري أو رجال أعمال غرف تجارية تخلي من جانبها زيادة مواردها المالية حتى تعتمد على أنفسها دون أننا نعتمد على الخارج أعتقد ده نجاح بس لازم يوصل لقدرة المجتمع في تفسيره ويعني أعطاء الفرصة في كيفية تبدير الأمر نعم شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف وفي إطار جهود الدولة باتخاذ الترتيبات الخاصة للإفراج عن كل السلع الموجودة في المواني تباعاً تم الإفراج عن بضائع بحوالي 300 مليون دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين وأكدت وزارة الزراع أن نصيب مستلزمات الأعلاف بلغ حوالي 81 مليون دولار حيث تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصوية وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال القطاع المصرفي وأضفت الزراعة أن الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة بحوالي 58 مليون وأربعمائة ألف دولار وحوالي 26 ألف طن من فول الصوية بقيمة تقدر بحوالي 19 مليون ومائتي ألف دولار وأيضاً إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين وأربعمائة ألف دولار تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 849 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 321 طن من المواد الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 36 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 237 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 48 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 985 قضية من بينها 277 قضية خبز ناقص الوزن و209 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر تم ضبط سبع قضايا بمضبطات بلغت قرابة 249 طن تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالونا نقاشيا بعنوان العمالة غير المنتظمة وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها تنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددا من المحاور أبرزها كيفية مساهمة الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة ومطالب العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة وأطور الحماية الاجتماعية وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطنية خرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة مع أهمية وضع تعرفة محددة لهذه الفئة توضح الفرق بين العمالة الموسمية والعرضية والمؤقتة وأهمية العمل على توفير حوافز إضافية للقطع الخاص للتشجيع على تسجيل العمالة غير المنتظمة إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ورشة إصلاح أسلحة أوكرانية كانت بها راجمتان هيمارس في منطقة كراماتورسك وكذلك نظام المدفعي الأمريكي الصنع في دونسك جاء ذلك خلال الإفادة اليومية للوزارة حول التقدم المحرص بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث تابع بيان الوزارة أن القوات الروسية دمرت مجموعة استطلاع وصفتها بالتخريبية إضافة إلى طاقم هاون تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في لوهانسك وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع في بيلاروسيا إن أنظمة الصواريخ التكتيكية إسكندر وأنظمة الدفاع الجوي S-400 التي نشرتها روسيا في بيلاروسيا جاهزة تماما لأداء المهام المنططة بها ولم يتضح عدد أنظمة إسكندر القادرة على حمل أسلحة النووية التي تم نشرها في بيلاروسيا بعد أن قال الرئيس الروسي فلادمير بوتن إن موسكو ستزود منسك بها وبأنظمة دفاع جوي قالت وزارة الدفاع الروسية إن ثلاثة عسكريين قتلوا نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية في منطقة ساروتوف الروسية وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط الطائرة على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري إنجلز العسكري مشيرة إلى إصابة ثلاثة عسكريين من الطاقم الفني نتيجة لسقوط حطام الطائرة للمرة الثانية خلال هذا الشهر تعرضت قاعدة جوية روسية في منطقة ساروتوف لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة ما أصفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين الروس بحسب وزارة الدفاع الروسية فإن الطائرة سقطت على القاعدة التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض مع اقترابها من قاعدة إنجلز الجوية بمنطقة ساروتوف ورغم نفي وزارة الدفاع الروسية وقوع أضرار في معدات الطيران بالقاعدة الجوية جراء الهجوم ذكرت تقارير روسية وأوكرانية غير رسمية أن الهجوم أدى إلى تدمير عدد من الطائرات المتواجدة داخل القاعدة ووفقا لحاكم منطقة ساروتوف الروسية فلا يوجد أي تهديد على السكان كما أن مرافق البنية التحتية المدنية لم تدرر جراء الهجوم وزارة الدفاع الروسية أكدت في بيان لها أن القوات الروسية تعمل على مدار الساعة في مواقع جديدة للتصدي للهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها أوكرانيا وأشارت إلى أن أطكم أنظمة S-300 تتخذ مواقع جديدة لأنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى الروسية كما أوضحت أن وحدات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية تواصل العمل في مناطق المواقع الجديدة في مهام قتالية على مدار الساعة الهجوم الأوكراني جاء بعد تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلالها أن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الأزمة الأوكرانية لكن كييف ودعمها الغربيين رفضوا المشاركة في المحادثات قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتر كوليبا أن بلاده ستطلب إخراج روسيا من مجلس الأمن الدولي وذلك غدا تصريحات جديدة للرئيس فلاديمير بوتين اتهم فيها الغرب باتباع سياسة فرق تسود ويعكس مجلس الأمن الدولي في تشكيلته ميزان القوى بعد الحرب العالمية الثانية حيث يضم 15 دولة عضوا مكلفة بمعالجة الأزمات العالمية خصوصا عبر فرض عقوبات والسماح بعمل عسكري والموافقة على تغييرات في مثاق الأمم المتحدة لكن يتمتع كل من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بحق النقض الفيتو الذي يسمح لها بمنع تبدن أي قرار قالت وكالة تاسع الروسية للأنباء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره الصيني شيجينبينغ قبل نهاية العام لكنها لم تذكر تفاصيل عن موعد هذه المحادثات أو شكلها ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قوله إن الجانبين سيعلنان التفاصيل في الوقت المناسب وأعلن بوتين وتي عن شراكة بلا حدود بين البلدين عندما زار الزعيم الروسي بيكين في فبراير قبل ثلاثة أسابيع من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا قالت وزارة الخارجية الروسية إن قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيا النووية يهدد بكارثة وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو تعمل على فكرة إنشاء منطقة آمنة حول المحطة بتجنب كارثة نووية اشتركوا في القناة قال رئيس الوزراء الروسي سيرجي لفروف إن بلاده ستتخلص من النظام المالي الغربي مشيرا إلى أن واشنطن تريد استخدام الدولار دون غيره لجذب الأسواق لصالحها وأضف لفروف أن الغرب فقد مصداقيته كشريك بعد أن علق جميع الاتصالات مع روسيا لافتا إلى أن بلاده لن تقدم أي تنازلات قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكزاندر نوفاك إن موسكو مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنبي بيمال أوروبا وخلال أحد عشر شهرا من عام 2022 ارتفعت الإمدادات الروسية إلى أوروبا لنحو 19 مليارا و400 مليون متر مكعب ومن المتوقع وصولها إلى 21 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام لا تزال أزمات الطاقة تحاصر أوروبا في ظل شتاء قاس يأتي وسط ارتفاع الفواتير في أوروبا بعدما تقلصت شحنات الغاز الروسية إلى أوروبا على واقع عقوبات وعقوبات مضادة نائب رئيس الوزراء الروسي أليكزاندر نوفاك أكد أن موسكو مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يامال أوروبا والذي تم وقفه لأسباب سياسية على حد وصفه وعادة ما يتدفق الغاز عبر خط أنابيب يامال أوروبا صوب الغرب ولكن تم وقفه بعد توقف بولندا عن الشراء من روسيا معتمدة على الغاز المخزن في ألمانيا وأنهت ورسو اتفاقها مع روسيا في مايو الماضي بعد أن رفضت في وقت صابق مطالبة موسكو بالدفع بالروبل وردت شركة جازبروم الروسية بقطع الإمدادات وقالت أيضا أنها لن تكون قادرة على تصدير الغاز عبر بولندا بعد أن فاردت موسكو عقوبات ضد الشركة التي تمتلك القسم البولندي من خط أنابيب يامال أوروبا ورغم ذلك تتوقع موسكو أن يصل حجم الغاز الذي تم ضخله لأوروبا خلال عام 2022 لنحو 21 مليار متر مكعب من الغاز المسالة وترتبط روسيا بخطوط أنابيب للطاقة تورد الغاز للاتحاد الأوروبي ويختلف اعتماد دول التكتل على روسيا من دولة إلى أخرى وفي حين يبلغ أقل اعتماد تقريبا 15% يمكن أن تعتمد دول أخرى على روسيا بنسبة 80% في مجال الغاز دعياء طباء القطع الخاص في فرنسا إلى إغلاق عيادتهم اعتبارا من اليوم حتى الثاني من يناير للمطالبة برفع تعريفة الاستشارات الطبية وتحسين ظروف عملهم وكان إضراب سابق في الأول والثاني من ديسمبر قد تسبب بتراجع النشاط بحوالي 30% في أوساط أطباء الأسرة وفق ما أفادت به الخدمات الصحية الفرنسية قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إن بلاده تتوقع أن يسجل التضخم 10.5% في المتوسط في 2023 ارتفاعا من 8.3% متوقعة في 2022 مع استمرار زيادة الضغوط التضخمية وفي تصريح لوكالة رويترز للأنباء أضف الوزير أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك في إشارة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها أعلنت الحكومة الطيوانية أن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الطيواني خلال الـ 24 ساعة الماضية وردا على ذلك أرسلت طيوان طائرات وسفن بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن الجيش الصيني وقالت وسائل إعلام رسمية في طيوان إن هذا يعد أكبر توغل لسلاح الجو الصيني حتى الآن ذكرت وكالة يونها بن الأنباء أن كوريا الجنوبية دفعت بمقاتلات وطائرات هليكوبتر هجومية وأطلقت طلقات تحذيرية بعدما اخترقت طائرات مسيرة من كوريا الشمالية مجالها الجوية وأفادت الوكالة أن كوريا الجنوبية تعقبت الطائرات المسيرة وهي تعبر من كوريا الشمالية فوق ما يعرف باسم خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين البلدين كانت وزارة النقل في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق تعليق رحلات السفر من مطاري إتشون ويمه بناء على طلب من الجيش قبل أن تستأنف الرحلات بعد ذلك اكتشف الجيش الكوري الجنوبي أهدافا مجهولة يعتقد أنها طائرات مسيرة كورية شمالية في مقاطعة جيونججي هذا الصباح واتخذ إجراءات استجابة هذا استفزاز واضح من قبل كوريا الشمالية التي تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية الطائرات المسيرة الكورية الشمالية هي طائرات مسيرة صغيرة من فئة المترين أو أصغر وطارت إحدى الطائرات المسيرة إلى الجزء الشمالي من منطقة العاصمة وحلقت الطائرات الأربع الأخرى حول منطقة كانج هوادو ورد الجيش الكوري الجنوبي على الفور دفاعا عن النفس أعلن وكيل وزارة الداخلية العمانية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة خالد بن هلال البوسعيدي أعلن الفائزين بعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة وثمن البوسعيدي حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية جهود جميع العاملين ومساهمتهم المتميزة لإنجاح الانتخابات معربا عن شكره لمختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتفاعلها لتغطية هذا الحدث الانتخابي من جانبه أكد وزير الداخلية العمانية حمود بن فيصل البوسعيدي أن سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أولى اهتماما بتفعيل دور المجالس البلدية وتطوير تشريعاتها المنظمة للدفع بها نحو مزيد من الشراكة مع الحكومة في الشأن البلدي لتعزيز مسيرة البناء وتنمية المحافظات والتي تكون أحد روافد العمل الوطني في تحقيق مرتكزات وأهداف رؤية عمان الفين واربعين وللمزيد من التفاصيل ينضمون لنا هاتفيا محمد الخطيب موفد التلفزيون المصري من مسقط محمد بعد التحية تم الإعلان عن الفائزين بعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة ضعنا في الصورة الآن من حيث رضي الأفعال والانطباعات على هذه النتيجة نعم يعني زميل يوسف بعد التحية انتهى منذ خليل مؤتمر صحفي دعت إليه وزارة الداخلية العمانية وممثلين عن وزارة الخارجية وجميع الوزارات والعيئات العمانية داخل مصطة لإعلان نجاح التجربة العمانية باستخدام أول تطبيق إلكتروني باكي على الهواتف المحمولة للتصويت يعني في المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن انتهاء عصر العصر الورقي وذهاب إلى المقارات الانتخابية وأصبح من الآن أن التصويت الإلكتروني هو السائد والذي يطبق بعد ذلك في أي استحقاق انتخابي قادم أيضا في المؤتمر الصحفي تطرق إلى العديد من الموضعات الخاصة بالنتائج التي تحققت أمس وأكدوا أن جميع فرز الأصوات والانتخابات تمت بشكل إلكتروني وكان هناك متابعة جيدة من قبل الجهات المعانية لحصر الأعداد وحصر أعداد الناخليل وحصر الأعداد المطوطين من جميع أنحاء السلطنة في 11 محافظة بواقع 61 ولاية إذن هو المؤتمر جاء ليعلن بالتأكيد عن انتهاك سلطنة عمان لأتنيب الحديثة التكتولوجيا الحديثة والتحول الرقمي بيكون هو الأسلوب الجديد والقادم في تطبيق كافة المعيدة السلامة والأمانة لأصوات الناخليين داخل سلطنة عمان ويمكن أمس انتهابت الانتخابات وتم إعلان الفائزين في جميع محاطرات السلطنة وتم أيضا الإعلان عن النسبة للتصويت التي وصلت إلى الأربعين في المئة واضح حسب ما ذكر في المؤتمر الصحفي أن هذه النسبة هي نسبة ناجحة ونسبة تمثل أكثر من أربعين في المئة من قطيق الشعب العمان الذي حام بالتصويت في انتخابات البلدية كما ذكرت أيضا أن انتخابات البلدية هي انتخابات لها مهام خاصة ومهام في غاية الأهمية لأنها تقوم بتطوير المحافظات وتنمية المحافظات وطبعا أيضا خدمة المواطنين والقيام بالمشروعات التنموية الكبيرة في جميع المحافظات أيضا من اختصاصات هذه المجالس هو إقرار برامج اجتماعية وبرامج حماية اجتماعية لجميع الفائز لكبار السن والأيتام وذوي الهمم وغيرها من الفائز التي تحتاج إلى رعاية إذن هي انتخابات مهمة للغاية انتخابات اللي رعا العمانيون هي مسيرة لإستقبال بناء البناء والسنية والنهضة العمانية التي قادر السلطان الراحل السلطان قابوس لتكون عمان من الدول المتقدمة تكنولوجيا وحديثا في عمليات التصويت الإلكتروني في جميع الاستحباقات الانتخابية والسياسية نعم من هنا كانت اهتمام المواطنين العمانيين بهذه الانتخابات وإقبالهم على التصويت الزميل محمد الخطيب موفة التلفزيون المصري من مسقط كنت معنا على مدار يومين في تغطية انتخابات المجالس البلدية من عمان شكرا جزيلا لك نظمة وزارة الصحة قافلة وزارة طبية مجانية بقرية الوابورات التابعة لمركز ومدينة القصصين بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمت القافلة تخصصات الباطنة والأطفال والأنف والأذن والرمد وخدمة تنظيم الأسرة بجانب خدمة الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدرية تتوفر بها كل الأدوية كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا استمرت أعمال القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة لليوم الثاني على التوالي بنجع الحجر التابع لمركز دارو في أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة تكونت القافلة من عشرة تخصصات مختلفة وتم الكشف والصرف العلاج بالمجان لجميع المترددين على القافلة وتحويل عدد من المرضى للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بأسوان لإجراء العمليات الجراحية وحالات أخرى لعمل أشعة تيرانين مغناطسية ومقطعية وأعرب المواطنون عن شكرهم للرئيس السيسي بتوفيره هذه القافلة التي وفرت عليهم عناء الذهاب للعيادات الخاصة وتكبد المبالغ المالية في الكشف وشراء العلاج من الصيدليات أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مهتمة بالمتابعة الدائمة لموقف توفر السلعي في الأسواق وأوضح مدبولي خلال اجتماعاً له أن هذا الاهتمام يأتي في إطار الحرص على ضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبخاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة لسيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن الاحتياطية الاستراتيجية من السلع الأساسية في الحدود المطمئنة حيث يبلغ رصيد من القمح أربعة أشهر وستة أسابيع ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر مع الإشارة إلى أن موسمة توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل هذا وتواصل الحكومة جهودها في إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة معارض أهلاً رمضان في جميع المحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفلة تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج يأتي هذا في إطار حرص القيادة العام للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكاملي للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفلة تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج وذلك بحضور الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة وممثل وزارة الخارجية والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج حيث بدأت المراسم بكلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقريرا مفصلا لدورة التمثيل الدبلوماسي العسكري لعام 2022-2023 كما ألقى اللواء أركان حرب محرز عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكرى والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج مشيرا إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه وعلقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم المنصب وطالبهم بمواصلة الاطلاع والمعرفة في كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يكلف به من مهام مع التمسك بالانضباط العسكري والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة مشيرا إلى أن عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقا لأسس علمية مدروسة وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذا به بين رجال القوات المسلحة نظرا لما يتمتعون به من مقاومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها تعلن وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بالسجيل لقيد الموردين للشركات التي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2023-2024 وأشرت وزارة الدفاع إلى أنه يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2023-2024 من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية اعتبارا من الأول من يناير المقبل كما أوضحت وزارة الدفاع أنه عاقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إختارها على الموقع عليه بجميع البيانات والأوراق المطلوبة والمطلوب استفاؤها مع حجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربية انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعنوي الرئيس سيسي يفتتح مشروعات بمجمع الصناعات الكيموية بأبو رواش ويعلن تغطية البنوك المصرية لاعتمادات المالية للإفراج عن بعض البضائع في الموالي رئيس مجلس الوزراء يؤكد الإفراج عن بضائع بقيمة خمسة مليارات دولار من المواني منذ مطلع ديسمبر الجاري مقتل ثلاثة عسكريين روس وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم أوكراني بمسيرة على قاعدة دوية روسية وبختم العنويين نصل معكم لختم نصرة الثالثة شكرا على طيب المتابعة ودومكم في أمان الله موسيقى موسيقى